اللجوء إلى حل مجلس النواب خيار بات يلوح به بعض السياسيين وبعض الكتل حركة امتداد دعت إلى تشكيل الكتلة الأكبر من النواب المستقلين ومن أسمتهم بالنواب الأحرار من الكتل الأخرى أو حل البرلمان سبقتها مبادرة أطلقها رئيس تيار الحكمة دعت إلى جلوس جميع الأطراف المتخاصمة على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات دون شروط أو قيود مسبقة وبحسب بعض نوابها فإن التيار ليس مع حل المجلس ولكنه بالنسبة له قد يكون العلاج الأخير كما تعلم اليوم هذه الأمور تقاس بأرقام تقاس بمقاعد هناك أسقف رقمية لها هناك مواد دستورية ضابطة لها هناك استحقاقات رقمية المادة الرابعة والستون من الدستور العراقي شخصت إمكانية حل مجلس النواب العراقي بطريقتين لتفادي دخول البلد في فراغ دستوري أولهما أن يتقدم رئيس الجمهورية بطلب حل البرلمان والثانية أن يقدم ثلث أعضاء البرلمان طلب حله وفي كلتا الحالتين يشترط تحقيق الأغلبية المطلقة لحل البرلمان والذي يستطيع بعض الكتل تحقيقه لكن هذا الخيار قد يصطدم بسقط شعبي حسب بعض المحللين إن معظم الكتل السياسية تخشى من حل المدلس خشة معاقبتها الشعبيا وإذا أخذنا بعين الاعتبار بأن المجتمع الدولي قد وهب ربما العراق أو النظام السياسي الفرصة الأخيرة وفق القرار الأخير بمراقبة الانتخابات وبالتالي تعلم القوى السياسية بأن قرار الحل يكاد يكون ككعب أخير بالنسبة للنظام السياسي وفي حال تعذر اللجوء لهذا الخيار لأي سبب من الأسباب يرجح مراقبون السياسيون أن الحل الأقرب للخروج من الانسداد السياسي هو العودة إلى المحكمة الاتحادية لإيجاد مخرج للأزمة أنا أتوقع أن ربما سيلجأ بعض الأطراف السياسية إلى المحكمة الاتحادية من أجل تغيير على الأقل هذا التفسير أو أعطاء مرونة لأن إذا بقيت الأوضاع على ما هو عليه فإن الاستمرار في الأزمة السياسية ستكون إلى ما للنهاية دستوريا وفي حال حل البرلمان يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة في غضون ستين يوما من تاريخ حل المجلس لكن هذا قد يصطدم بعقبة قانونية أخرى لكون الرئيس الحالي تم تمتيد بقائه في منصبه بقرار من المحكمة الاتحادية وينبغي على المحكمة الاتحادية بيان ما إذا كان هذا التمديد يعطيه الصلاحيات الدستورية لتكليف حكومة تصريف الأعمال للإعداد لانتخابات جديدة أيو بريضا الحرة شكرا شكرا شكرا